بنات يا بنات سلام عليكم ورحمة الله ماشي غي اجي وقولي طيبة الشيف لور من اصعب الوجبات المغربية هو طياب الشيف لور مرق باش تحصلي على واحد المرق تقيل ومضغمر باش متل تبديش ريحة الزهورة اللي كتكون في الشيف لور وباش يجيك لديد غدي تجي معي المطبخ ونوريك طريقتي اللي لا يعلع عليها شي حاجة فوق الوصف كلنا كان طيبوه في المطبخ دينا لكن ماشي كلنا كيجينا الطياب دينا لديد فهذا الشي عنده قواعد عنده حكمة المهم اجيوا تشوفوا معي كل شي في المطبخ ديالي هذه هي نتمنى أنا فيديو اليومين لإعجابكم ونتمنى أنكم تلايكي وه وكذلك تبرتاجيوه مع الأهل والأقارب واللي كيهمني أكتر من هاد شي هو أنكم تجربوه وتوقفوا على كلامي فغادي تبقاوا مليوم تتقنوا طياب الشيف لور وكذلك إلا تبعتوا معي فيديوهاتي غادي نبقى نبرتاجي معكم غديواتي هكال مرق المرميطة ديالنا نتع اليومية إن شاء الله كل مرة غادي نعطيكم ديزاستيوس يلا هم معي المهم ضروري من ذاك الورد تماما راني قد كنقد فيه ومبعديها غادي نمشي أكيد الشيف لور هو البطل نتع الحلقة غادي ناخد كذلك ثلث بطاطات لأن أولادي ما كيأكلوش كلهم الخضراء عندي ثلاثة تخيزوات عندي أكيد زوج مطاشات وواحد البصيلة هكا متوسطة زوج فصوص نتعطهم فأنا ديما في النصيب كنقول لكم أن مطاشة خصها تكون دبل أعلى البصلة هاد شي طبعا في بعض الخضر أما بعض الخضر أخرى رهما تدارش نهائيا المهم أخواتي كاين زيت نفاتية الحم من الطروفة نتع الملوجة فغادي نوري لكم ونتكلم لكم كذلك على دوك الملوجة ولا القاطنة وشنو هي المهم أخواتي هنا أنا كنت مزروبة هاد النهار غادي نقول لكم علاش المهم هنا خديت البصلة ديك البصلة اللي عندي حبة بصلة بغيتو كان عندكم الوقت بغيتو تقطعوها مكعبات صغيرة يعني تشلضوها من الأول شلضوها هي وما طيشة لكن أنا عندي واحد لكوموند اللي قدمتها معاكم البارح ديك نتع البريوات والمملاحات المهم السيغار والبريوات فكان لازم نطيب غداتي اللول نحيدو مطريقو بعديها نجي نصب وشنو درت أنا غادي المهم بعدا نتهنم قضية نصيب نخلي داك اللحمي طيب هادوهما الملوجة هادوهما القاطنة إلا مشي تشريوها من عند القصدار هي ديك اللحيمة هكا اللي كيبينوها النفط وما نجيري كل شي كيعرفها وكتحمق في النظرة التعليقين هديك هي القاطنة سميتو غالي ولا سولتوني عليها في التعليقات هاني جاوبتكم هاد فصوستو مطاهم ما غادي نقهم موالو غادي نديرهم بهم بالقشور وغادي تشوفوا معي طريقتي فهالطريقة المهم كتهنيني أنا من نصيب المهم نصبته خليت لك اللحم فوق البطا وانا كان خدم حاجة أخرى المهم درت قطعت داك الشيعة شوائيا درت الملحة درت لبزار نصف ملعقة ماشي لبزار هادا هو لبزار ربع ملعقة كبيرة نتع لبزار ودرت نصف ملعقة نتع الزنجبيل ودرت كذلك نصف ملعقة نتع الخرقهم وخليت داك الشي فوق نار متوسطة ولا تخليوها حتى فوق نار مهيلة باش حكا ما تتحرقش ليكم ولا باز ولا القاعدة الأساسية باش تعرفي باللي المريقة نتعك هادا تجيك زوينة هي في هادا القضية الحكمة هنايا قليوها على نار مهيلة مره مره حركوها بما تطلق ديك البصلة وديك مطيشة الميها انتا حاو داك الحمي تشحر تحت نار مهيلة فهنايا تكونوا واضقين انه المرميطان تعكم غادي تصدق من داك شير فيه المهم اخواتي حاولوا انكم ما تجهدوش النار لان كاين بزاف اخوات كان عارفهم شخصيا مهم كيجهدو مهم يخليو ديك الكوكوت مسكينة تلغاء المهم هنايا كتشوفوا ان المرق صافيت شحار طلق لي الميها زدت عليه الماء زدت عليه كذلك واحدة ربيطة نتع القصدر ومع النوس ما غاديش نقطعوها لاش لانا عندنا داك الشيف لور اكيد ما غاديش نمنجو نسجي وهكا غاديبا نمصخ بداك النقاطين تاع القصبر ومع النوس لهذا غادي نديرو حزمة وانا خليت داك شي مهم الكوكوترها شوية غادي تبدي تصفر وانا جبت داك الراس متاع الشيف لور اللي نقيته قدامكم لانا كنديرو بعين الاعتبار ان كاين اخوات اللي هما مبتدئات صغرات في السن يبغيو يتعلمو عاشقين للطبخ المهم هذي هي الطريقة غادي في اللول غادي تحيدو بالموس دوك الوريقات اللي كيكون خضر هكا ومبعدها كذلك غادي نحيدو دوك الوريدات متاع الشيف لور بهات الطريقة غادي غادي قدخلو الموس في الجوانب وغادي نبقو نحيدو فيهم هكا صاينين كيفما كتشوفوا معايا المهم هي هذي هي الطريقة غادي تبعوها هكا وهذا كمنصيص غادي نخليه غادي نحضر معاكم واحد الوصفة اخرى به المهم باش كما يقولوا ما انكترش انا المرميطان تعيب باغي انا كل نتغدى ولكن ما باغياش نشيط للعشاء انا هدي هي عادتي كان دير الحاجة سير مزير المهم هدي هي تنقيان تعشف لور كذلك الى كان كان ينشيو سخة دي تحيدو هكا وتحيدو لغي ديك الطبقة رقيقة من الفوق يعني من جيبوهم السوق ويجلس عندكم واحد تلتة ايام ولا اربع ايام ولا خمس ايام ويدير ديك بحال التراب هكا من الفوق هدي تحودو غي تحيدو هكا بهالطريقة وكذلك ما نساوش دوك العويدات ديالو نحيدو لهم دوك الجوانب اللي كيكونوا مش نتفين مهم الى رجعتوا الفيديو شوية غادي تشوفو كيفاش طريقة تنقيان تعو طريقة صحيحة طبعا فانا كان نقي فيه والكوكو ترها فوق النار باش يبدي يغلي دك الماء ويطيب دك اللحم اللحم غادي نخليه ان شاء الله يطيب عشرين دقيقة لانا اللحم عارفة وفتي لانا القزار اللي نجيب عليه عارفة وشنو غادي يعطيني مهم فتي ها هي الكوكو ترها تصفر المهم هنا انا مشيت جبت قضيان تاعي اللي غادي نحضر بها دوك المملاحات اللي بارتاجتهم معكم البارح غادي نخليليكم في صندوق الوصف الرابط نتاح ومن اتمنى انكم تشوفو الفيديو غادي تستمتعوا به وجربوه لانهم فعلا شي حاجة خطيرة في اللدة كانوا هدو هما بارتاجت معكم ثمان البيعش حتخرج لي محبا القوام اللي دخل لي قاع كل شي يعني بارتاجتوا معكم بكل امانة وطريقة الاحتفاظ سولتوني عليها هي غادي تدخلهم هاكا الكونجلاتور وهم طايبين ومبعد من تجبدوهم تدخلهم في الفران ولا في مقلات بدون زيت وإلا بغيتوا تحتفظوا بهم قبل ما تقليوهم ولا قبل ما تطيبوهم غادي تخرجهم مباشرة من المجمد ودخلهم نشان مقلات ساخنة فيها زيت او الفران سخون ولكن دهنهم وصفتهم مباشرة الفران يعني كيكونوا مكونجليين المهم بعد 20 دقيقة اخواتي كتشوفوا في اللحم طايب بحل زبدة المراك هو هاداك ما نقصش بزات علاش لان النار كانت هكا متوسطة الى اقل من متوسطة انا حيت ديك الحزمان تعربيه البطاطا كنتو شفتوني نقيتها هي وخيزو درتهم هنا في الكوكوت وستعليهم شوية الملح وشوية اللي بزار اللي راح فوق البطاطا تمام شالي المقطع وثلاثة المغارف متاع ذاك المراك اللي انا صفيتوا طبعا المراك متاع اللحم صفيتوا هنا اراكوا شفتوا كل شي بعينيكم سوف نحط ذاك الكوكوت اللي فيها البطاطا وخيزو غادي طيبو عشر دقائق تحت نار مهيلة ومن بعدها غادي نجيب كذلك هادا المقلات ولا اي طنجرة وغادي ندير في هاداك الوريضات نتعشف لور بهالطريقة غادي نحطهم بطريقة عشوائية المهمة غادي تحطوهم تحاولوا تسدفوهم غادي باش يدخلهم هكا الطياب وفي ذاك الوقيتها غادي ناخد شوية من ذاك المراك هنا يا ذاك البصلة وماطيشة القشور اللي درتهم بهم يعني صاينين هكا وماطيشة بها بقشورها انا صفيتهم وغادي تشوفوا الحكمة علاش انا درت لها هكيك المهم انا درت واحد تلت مغارف متاع المراك كذلك واحد زوج مغارف متاع الماء علاش ضربة حسابي ان ذاك المراك اللي عندي هو اللي غادي نحطوه في التبصيل درت الملحة فوق الشيف لور وغادي نغطي لي هكا كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا على نار متوسطة غادي يطيب هو والبطاطا في نفس الوقت عشر بقايق تحت نار مهيلة وغادي تشوفوا معايا ان ذاك المراك اللي درتو في الشيف لور انه كافي كافي باش يطيب ذاك الشيف لور لاننا نعرف الشيف لور كي يطلق الماء غادي تشوفوا معايا كل شي في الفيديو انا خديت دوك القيطة عن تاعم ماطيشة اللي بقشورها والبصلة اللي صفيتها من الكوكوت اللي طبت معا للحم وحكيتها هكا فهدا هو القشور انتاعم ماطيشة كذلك تبك القصو بره اني حكيته تمه يعني هنا يا غادي نحصله على واحد المراك اللي هو خاتر وفي نفس الوقت نصبته في واحد المدة يعني ما ضليتش تمه نشلط في البصلة وماطيشة وانما درتهم هكيك تقريبا صاينين وكتشوفوا المراك كيفاش داير تقيل وعاقد فهاد الاثناء غادي نحيد الحم نحطه ابار باش ندخله الفران يتحمر وانما بغيتوش ندخله الفران غادي تحطوه هكيك يتاكسد مع الهواء ومبعدها غادي تلاحظو انه بحال يخدى اللون تعال الحميرار اهنا صافي كل شي طاب غادي نجي ندريسي سخنت المراك انتا هكي كتشوفو تبارك الله تقيل هادا المراك فيه اللدة متاع ديك بس لو ما طيشها بكترة كذلك فيه اللدة تعال الحم ها هو المراك متاع الشيف لور من بعد ما طاب لي وشوفو الميها اللي فرزها لانا كان عارفو ان الشيف لور من اللي كي طيب راهو خال مراك يكون عندك خاتر يرجعو لك بحال ما وصغارة البطاطا وخيزو هي هادي طابت في ديك المريقة علاش ما تشربت ليش كل المريقة لانها طابت على نار مهيلة فما غاديش تشرب نهائيا مهم غادي تطيب لما تشرب كتشوفو اللحيمة انا درتها هكا تحمر في الفران بهنتها هكا بقطارات من الزيت جبت الطبصيل وراني ندريسي فيه دابا وهذا هو المراك اللي تبقى لي من الشيف لور شوفو غيل ما وصغارت ولميها تلقها بكترة صافي خديت ديك البطاطا لان اولادي يعشقو هات الطبق هاكا مخلط بين الشيف لور والبطاطا وخيزو هو على العموم انا يعجبني غيش الشيف لور مع خيزو شي زويتونات المهم هنايا داك المراك نتع البطاطا وخيزو ما غاديش نضيعو غادي نغلي فيه داك الزيتون باش يتلدد لي ويحيد لي ديك البنة اللي تكون فيه وهنايا هدا هو المراك نضن ما كانش الكلام بعد هاد الشي يعني شي حاجة صراحة والله العظيم اللي صدقوني انه كيجي من اروع ما يكون ودقت الشيف لور عند ناس كتار لكن وش ننقولكم ماشي هدا كواطيب الشيف لور الشيف لور اللي كان طيبه بالطريقة الصحيحة راكو غادي تعشقوه المراك تقيل الشيف لور طب وحده يعني ديك الريحة متاعو فرزها في داك السائل اللي تبقى لي في الميقلات وطاب هاك كوجة كيدوب المريقان تاع البطاطا وخيزو استغليتها انني غليت في هادك الزيتون لان بزاف الاخوات كياخدو الزيتون هاك كيخضر ويرميوه من الفوق واش من بنا فيه دخنا عليكم بالله الله يخليكم توقعوا تديرو ها الطريقة انا مزاوقة فيكم والله العظيم بغيتكم تلددو اللد انتع الشيف لور العجيبة هدي هي خليتكم على خير وتحياتي وما تنسوش اللايك والبرتاج والسلام عليكم